الجسر هل هو مهم لهذه الدرجة أم هي رسالة فقط لبوتين؟ قصة الجسر أنه الأوكرانيون لما أخذت روسيا القرم الكهرباء والماء يأتي عبر القنوات البرية والماء يأتي عبر القناة المائية لخيرسون بوتين قرر أن يبني جسر سنة 2015 وفعلاً فتتحه سنة 2018 هو الجسر الرئيسي فيه جانب للسك الحديدية وجانب للعربات لما نأتي إلى حقيقتي هو شريان حياة لجزيرة القرم من دون هذا الجسر لو تفجر هذا الجسر كان القرم انتهى في يد الأوكرانيين انتهت الإمدادات يعني انتهى الموضوع يعني وبالتالي الجسر خطير جداً هو الشريان الذي يضمن حياة بنسبة القرم ووجوده ضمن الاستمرار سيطرة روسيا علىها عزيرا 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 م testاة